الوسائل الإنسانية تخذها حتى يصفي قلبه من كل هذه الكراهية والحقد والغل وأيضاً ممكن يكون الحسد أيضاً في الموضوع هذه كلها في تسكية النفوس وهذا شيء طويل لكن أفضل شيء يعين على تسكية القلوب هو الصوم لماذا؟ لماذا يشتغل على قلبي؟ نحن قلناها في البداية الشيطان والنفس وعدة أشياء تعين على تصفية القلب هي أربعة والإمام ابن القيم أربعة قلة أنا أذكرها كده أربعة قلل منها ووحدة أكثر منها بسم الله قلة الطعام قلة المنام قلة الكلام قلة الاختلاط بالأنام هذه مفسدات القلوب الرمضان قل المفروض طبعاً قلة الطعام قلة الكلام قلة المنام قلة الاختلاط بالأنام ما هي الكثرة؟ كثرة الذكر الله هذا رمضان القرآن ذكر الله الصلاة ذكر الله الدعاء ذكر الله هذا يكون جزء من حياتي يصفى قلبي ورب يرى نيتي ولن يضيعني الله كما قالت السيدة هاجر